بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا الحديث استوقفني حقيقة وهو يحدثنا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا في زمنه عليه الصلاة والسلام كانت الزراعة منتشرة لم تكن التجارة منتشرة في ذلك الزمن يعني كان لديهم رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف رحلة الشتاء والصيف كانت الأسواق محدودة كانت العملة الدينار والدرهم قليلا جدا لم يكن هناك شيء اسمه انتشار للتجارة كما نراه اليوم ولكن حبيبكم عليه الصلاة والسلام ربط علامات قيام الساعة بشيء اسمه ظهور التجارة أو انتشار التجارة انظروا معي أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة يعني من علامات وشروط ومقدمات الساعة يعني لا تأتي الساعة أو لا يأتي يوم القيامة أو لا تقوم القيامة إلا إذا حدثت سلسلة من الأحداث من هذه الأحداث إن من أشراط الساعة أن يفشوا المال وتفشوا التجارة رواه النسائي طيب كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت أن المال سيفشوا لم يكن هناك في زمنه أصحاب المليارات والتريليونات من المختلف أنواع العملة لم يكن هذا موجودا فأنظروا كيف أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام عن ظاهرة نراها اليوم يفشوا المال يتفشى ينتشر يظهر ينتشر بكثرة وتفشوا التجارة التجارة لم تكن معروفة إلا نادرا في زمنه عليه الصلاة والسلام معدد التجار كان قليلا جدا لأن حياة الجاهلية وحياة العرب في صدر الإسلام كانت تقوم أساسا على الزراعة وبشكل أساسيا طيب كيف تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بأن المال سيفشوا ينتشر يكثر وأن التجارة ستفشوا أيضا إن هذا الحديث يشهد على أنه رسول صادق في دعوتها أيها الأحبة وأراد عليه الصلاة والسلام أن يحذرنا أن القيامة قريبة يعني إذا رأينا التجارة تنتشر كما نرى اليوم التجارة أصبحت عصب الاقتصاد العالمي اليوم والمال ينتشر تريليونات من الدولارات والعملات المختلفة طيب هناك رواية ثانية ماذا تقول أنظر أيها الأحبة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعني عمل المرأة بالتجارة منتشرا كانت التجارة اختصاص الرجال اليوم هناك منتديات لسيدات الأعمال المرأة تقوم بشكل كبير في مجال الاقتصاد العالمي المرأة تشارك زوجها في التجارة وفي الأعمال هذه الظاهرة نحن نراها اعتيادية اليوم ولكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت نادرة الرواية تقول حسب ما رواه الإمام أحمد رحمه الله أنه لا تقوم الساعة أو من أشراط الساعة أن يفشو المال وتفشو التجارة ولا تقوم الساعة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة انظروا أيها الأحبة أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء نحن اليوم نراه ولا نستغرب منه هو مشاركة المرأة لزوجها أو للرجل في مجال التجارة طيب بالله عليكم في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لم يكن معروفا ولم يكن النبي مضطرا ليحدثهم عن هذا هم لم يستفيدوا منه شيئا لأنه قال من أشراط الساعة أي أن هذا سيحدث قبل اقتراب الساعة أو اقتراب يوم القيامة فهذا رحمة من النبي عليه الصلاة والسلام بنا ليحذرنا أن الساعة قريبة فنستعد لها ودليل لأولئك المشككين بنبوته عليه الصلاة والسلام أنه صادق في دعوته وأنه يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى وشيء ثالث أيضا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى إذا رأينا هذه العلامات نعلم أن الساعة قريبة والله أيها الأحبة إن هذه الأحاديث لا تشهد على أنه كما وصفه ربه سبحانه وتعالى عندما قال في حق هذا النبي الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم